تنظيم داعش الإرهابي وهو ما يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لحملة جديدة من الإرهاب التقرير البريطاني أشار إلى أن حكومات أوروبية عززت التأهب الأمني لأعلى مستوى منذ سنوات بعد هجوم كروكوس الإرهابي في موسكو والذي أدى إلى مقتل أكثر من 140 شخصا بما في ذلك من جانب فرنسا التي رفعت مستوى المراقبة والتحذير وإيطاليا أيضا التي عززت إجراءاتها وفي ألمانيا المتخوفة مما وصفته بأنه خطر حاد وذكر التقرير أن هجوم موسكو كان من أفعال تنظيم ولاية خراسان الإرهابي والذي تأسس في العام 2015 وقام بجهود في آسيا الوسطى من أجل إطلاق مجندين جدد في أوروبا وروسيا بالإضافة إلى تركيا وذكر التقرير أن أحد المخاوف تتمثل في أن نجاح الحملة ضد داعش في سوريا والعراق تعتمد بدرجة كبيرة على وجود قوات أمريكية وغيرها على الأرض والقدرة على العمل مع شركاء المحليين إلا أن تلك الحال لا تنطبق على أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية منها وتابع التقرير أن داعش حاول استغلال الحرب الإسرائيلية في غزة بهدف حجد أتباع جدد ودفعهم إلى الأعمال الإرهابية حيث وجه سلسلة من الدعوات لشن هجمات في أنحاء العالم كافة على أهداف مدنية ونقل التقرير عن التقييم السنوي للاستخبارات الأمريكية الذي صدر مؤخراً القول إنه يرجح أن الفروع الإقليمية لتنظيمي داعش والقاعدة سيتوسع خطرها في المستقبل برغم الخسائر القيادي الأخيرة وذلك من خلال الخلايا الصغيرة أو الأفراد المتأثرين بالتنظيمات الإرهابية ترجمة نانسي قنقر